أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أكد أن الاستدامة جزء أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية في الشرع وخلال كلمته بالنسخة السابعة من مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الفتوى وأهدف التنمية المستدامة أكد علام أن الاستدامة تعني تلبية احتياجات الحاضر على جميع المستويات المادية والروحية دون أن تتعرض احتياجات الأجيال التالية للخطر وإن مؤتمرنا اليوم ينطلق من خلاصة تلك التجربة البشرية التي انتهت إلى أن التنمية ستظل عملية قاصرة عاجزة عن تحقيق مقصودها طالما لم تتجاوز فكرة محدودية وطالما ظلت حبيثة لقناعات تدور حول الحفاظ على الثروات والمورد فقط ظنًا أنها هي السبيل التنمية الوحيد وإننا على يقين تام اليوم أن الطريقة لعملية تنموية حقيقية لا يتحقق إلا إذا كان محور تلك التنمية هو الإنسان نفسه فإننا نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهد فكل ما يؤدِّي إلى البناء والتعمير ترجمة نانسي قنقر